كشف الصحيفة الحياة اللندنية وجود ضغوطاً سياسية لتأجيل الانتخابات النيابية ستة أشهر على الأقل مؤكدة أن النزوح ودمار المدن والأزمة الكردية أهم أسباب التأجيل وقالت الصحيفة أن الحزبين الكرديين لا يريدان خوض الانتخابات وخصد آثار فشل الاستفتاء على الانفصال والانسحاب من المناطق المتنازع عليها بالإضافة إلى عجز حكومة الإقليم عن توفير رواتب الموظفين حتى الآن مضيفة أن طيفاً واسعاً من الأحزاب السنية يعتقدون أن الوقت غير مناسب لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد وأن هناك مدن مخررة ما زالت عن التدمير والنزوح وأنها تتطلب المزيد من الوقت قبل خوض الانتخابات